اشتركوا في القناة في مستشفى العائلة المقدسة صباحكم أستاذ وائل خليني أبلش معك وقبل ما نروح للتداعيات قبل ما نروح لربما التبعات على الطاقم التمريضي في المستشفيات هات نحكي عن رصد شو في حالية بالمستشفيات هات نحكي لك شغلة واحدة أنا محبا أبلش بكل القصة بجملة واحدة اللي هي فيش عام المبرر اليوم أنه أنت كمريض ولا كمرافق للمريض تتجم على طاقم طبي ولا يتعامل مبرك ولكن عشان نفهم الصورة أكثر لأننا مش زائرين ثابتين للمستشفيات اليوم وضع المستشفيات وضع المستشفيات فيه التفاقم كمان وزارة الصحة مش هم تدعم كفاي المستشفيات دائما ملانية غرف الطوارئ دائما مليانية دائما فيه ضغوطات شغل دائما أنت بتطلع على المستشفى بتلاقي أنه فيه زمن انتظار طويل بتتوجه للممرضين لدكاترة كمان فيش مين فيش زي معاني سريع يكون استجابة سريعة استجابة سريعة إلا أنت بتحاول بدك تأخذ كل المعلومات وأنت جاي أنا جاي كمريض نفكر حالي لحالي بالمستشفى نفكر أنه كل الطاقم هو جاي بس عشاني وإذا فيش حدا تاني إذا فيش إلي استجابة أنا بلاقي دغري طريقة تاني لألفة نظر الطاقم الطبي إن كان بس العنف الكلام أو بنكام العنف الجسدي اليوم وضع المستشفيات بكل المستشفيات الخمسة وعشرين مستشفى بإسرائيل هي وضعها أنه دائما فيه غرفة تطور قداما ملاني 24 ساعة الدكاترة بيكونوا شغالين بشتغل بساعات الصبح بالأقصام بعدما توجهوا لتورانوت اللي هي بتبلس من الساعة الثلاثة بعد الظهر لتانية من الصبح الورديات المضاعفة بالضبط بهاي الحالات الطبيب بيشتغل تقريبا 24 ساعة كمان هذا بزيد على الطبيب إنه من ناحية بين أسين مش إنه عدم التعاطف أو التعاطف أو الاهتمام حتى بالمريد الاهتمام أو الاحتواء للمريد بتكون هقل من ما هي واحد اللي جاي الساعة على الشغل وستبدعت كل الأشياء نحن أستاذ وائل حتى نكون حقيقيين بطرحنا وإحنا كمان بهمنا كوسيلة إعلامية نشدد إنه إحنا منستنكر ومنرفض أي شكل من أشكال العنف وبالذات على أشخاص اللي عم بقدموا خدمة لأشخاص يمكن عن جد بحاجة وبوضع جسدي أو نفسي ولكن أيضا كل هاي التحديات والصعوبات اللي بتمر على التواقم الطبية مش المفروض ولا بأي شكل من الأشكال إنه مطلق الخدمة أو المريد يعاني مننا ويدفع ثمنة ورح نحكي عن هذا الموضوع أيضا سترويدة بدي أنتقل لحضرتك وأيضا من خلال يعني رصدك لهذا الموضوع لهذه الظاهرة المقلقة وحلو إنه أمير نوى هذا الشيء ما بيصير فقط بمجتمعنا العربي في اعتداء من المجتمع اليهودي على تواقم مهنية وطبية من المجتمع اليهودي أيضا ولكن وين إحنا اليوم كمجتمع عربي من هذا الموضوع ما قديش وثيرة الاعتداءات على التواقم التببي سماح الخير أنا بضم صوتي في الأول وباسم إدارة المستشفى عندنا في المستشفى العائلي المقدسي نستنكر أي تهجم إذا كان كلامي أو جسدي على التواقم التبي وخاصة التواقم اللي هي بتعطي من نفسها ومن ذاتها وبتحس إن وظيفتنا وظائفنا هي رسالة ظهرة العنف هي بتتفاقم في المستشفيات بالفترة الأخيرة منحس إنه الحوادث في تكاثر بسبب إنه إحنا جزء من مجتمع إحنا بنعطي خدمات لمجتمع اللي العنف عم بتفاقم فيه بزيادة حالات العنف مش عم بتكون حالات سهلة إحنا بنحس إنه بالعنف بنطر نحل المشاكل كثيرة المريض اللي بيجي وبيفوت على المستشفى وبحس إنه حالته هي الحالة الوحيدة اللي لازم تتعالج هو بيكون في عنده توتر نفسي هو خايف على حاله خايف على ذاته مش عارف إيش في عنده وبيفكر إنه إسا أنا فودت أنا إسا بدي أجوبة فهو بيفوت بحالة توتر بيفوت الطاقم معه بحالة التوتر لأنه بيصير يسأل والطاقم في عنده ناس تانين اللي كان من جايين بدهم كمان نفس أجوبة فيه بنفس اللحظة فبينفوت في حالة من نوع من التوتر العام بتعامل مع المريض والبيئة اللي هو موجود فيها إذا كان بحالة الطوارئ أو بالأقسام فمنشوف إنه الحلول بساعتها بتكون هي تهجمات كلامية عدم اهتمام للآخر اللي ممكن حالته أصعب من حالتي بس أنا ما بعرف فيها والطاقم الطبي بيفوت بإشكالية إنه أنا كيف بدي أتعامل مع الإشي لو كيف أنا بدي أعالج هذا المريض اللي سب علي أو شتمني أو دفشني فهون إحنا بنشوف إنه تعامل هو جزء من العنف الموجود في المجتمع اللي إحنا بنجيبه معنا لما بنتوجه للمستشفى ومنيجي نأخذ علاج إيه صورة عن المجتمع وقال بدي أرجع لنقطة كثير مهم أنت حكيت عنها هو موضوع الورديات المضاعفة على سبيل مثال الأطباء ولكن بدي أخذها شوية من محل آخر إحنا بشكل عام عم نذنب يمكن مجتمعنا وإحنا مجتمعنا مجتمع يعني فيه أحداث عنف فبالتالي عم بيصير مثل مقالة ستير ويدا صورة وعم تنعكس فيه المستشفيات ولكن حسب رأيي في عنصر آخر وعامل آخر المساعد لانتشار العنف ألا وهو المنظومة منظومة العمل للأطباء ولممرضين يعني إحنا بنعرف أنه عالم التمريد عالم شغل مكثف جدا يعني ممكن يخلصوا وردية الصبح يرجعوا على وردية ليلية ممكن يخلصوا وردية المساعدة يرجعوا على وردية صبحية وما في أصلا فصل ساعات كمية ساعات كبيرة فيش ارتياح مرات بكل الوردية فالممرض أو الطبيب عم يتحول لروبوت أو لآلة معينة اللي كمان ما عندوش كتير إخلاق يتعامل مع نفسيات المرضى وخلفياتهم العائلية وما شابه نظر أنه المضبوط الحكي هات أول إشي قبل ما نحكي على هاي المنظومة نحكي عن الورديات اللي بتحكي عنها عن الساعات العمل الطويلة نحكي عن المسببات للعنف بشكل عام أو الحوافز اللي هي بتخلي يصير فيه عنف بالمستشفيات بالذات أو كل محل طبي أول إشي المنظومة أو المؤسسة اللي احنا بنشتل فيها نعم اليوم واحدة من الشغلات اللي هي المؤسسة مثلا غرفة طوارئ صغيرة كمية ناس أليلة بتفرجي أنه هي مضغوطة بالناس وملاني زوار مع ناس فهذا بسبب الضغوطات بقلب غرفة الطوارئ لا زيادة العنف سبب تاني بالمنظومة أو بالمنظمة أو بالمؤسسة أنه وقت الانتظار الطويل أنه أنا بدأيش أستنى وقت طويل هي عامل كمان بزيد نحن كلنا اليوم بسرعة بسرعة بدنا كل شي بدنا نطلع المستشفى مروح بسرعة عندنا مليون إشي باستنانا وكذا ثالث هاي منبلش هنا من المؤسسة نحكي على أسباب تانية الأسباب التانية اللي هي الإشي اللي متعلق بالعوامل الطبية أو العوامل الشخصية للممردين أو الدكاترة مضبوط شو بتحكي أنت أنه فيه ساعات طويلة فيه ضغط شغلي كتير من ناحية وزارة الصحة فيش عدد اتكانيم ملكات اللي هي لكل متوجهين يعني فيه لازم يكون لكل متوجه فيه مثلاً 1800 متوجه لازم يكون فيه ممرد طبعاً هاي مش موجودة بمستشفيات العربية بالذات مع أنه العنف موجود بكل المستشفيات فهذا كمان سبب أنه أنا بلحقش على كمية الناس الموجوتي هذا كمان سبب كمان سبب الساعات الطويلة اللي إحنا بنحكي عنها كمان مرة أنا ولا إياتها مبرر أنه بخلي الزاير بالذات اليوم نحكي عنا زوار المريض بيجي مريض الزاير عادة أو المرافق اللي معه هو اللي بعمل المشكلة هو اللي بفوت الصيح هو بده قسة علاج بده قسة إن كان أبو إن كان أخو إن كان صاحب ففيش مبرر مزبوط هاي كل الشغلات موجودة بس وإحنا وزارة الصحة اليوم أعطت كتير وسائل تعليمية أو تعليمات اللي هي كيف طرق التعامل مع هاي العنف الموجود يعني اليوم مش بس أنا بدي أظل أقول المجتمع 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 مزبوط فإحنا كمان نشطل حالنا من عدة شغلات إنه توسع ورفة الطوارئ تاني شغلة بالمستشفى الإنجليزي اليوم فيه وظيفة جديدة للممرض اللي هو إحنا بقول له ممرض الترياج اللي بيقى هو بيستعبل المريض بسرعة هو بيصنف المرضة حسب مدى صعوبة حالات اللي بيجي عنا فهاي بتسرع اللقاء مع المريض بتخفف قوضة مسكرة مش بكل الميون لكل الغرفة تطورة تسمعوا بغرفة مسكرة فيها شوية إخصائيات وبحكي هاي كمان شغلة شغلة ثالثة كمان في اليوم تدريبات للطاقم الطبي كيف إحنا نتعامل كيف إحنا تشوف المريض أو المرافق اللي فايت مع المريض هذا بدي يعمل مشكلة وأنا دغلا إذا بشوف بلاحظ هاي العلامات الموجودة عند هذا المريض دغلا أنا متوجه لو بعطيه اهتمام شوي يمكن هذا شوي يهدي وهدي عصابه ففي كمان للطاقة من الطبي كمان فيه إرسادات فيه دورات اللي عم بتصير من وزارة الصحة على مدى سن وهذا شيء مهم يعني بالذات على جزئية كيفية التعامل أستاذ وإلا أنه أكيد ولا أي شخص جاي على غرفة الطوارئ استجمام أكيد بيكون موجود بيكون في حالة جسدية وأنا بشدد على اللي قلته ما منبرر ولا أي اعتداء ولكن جدا مهم أيضا التعامل الإنساني وبالذات أبناء مجتمعنا منشهد قداش عندنا احتواء دائما للمريض وحتى للمرافقين معهن سترويدة بدأ أرجع مع حضرتك على موضوع الرادع يعني أوكي صار في حوادث صار في اعتداءات هل الرادع موجود أساسا لحتى ما تتكرر هاي الاعتداءات وقديش ممكن اليوم على سبيل المثال تكون فيه نقاب يمكن لكل شخص يمتهن هذه المهنة أو في هذا المجال وجود نقابات موجودة هل السؤال هاي وظيفة النقابات هاي إنه هي تحدد شو الروادع في المستشفيات بفكر إنه كل مستشفى وكل إدارة وكل لجنة اللي هي موجودة في المستشفى وعندنا مثلا لجنة مكافحة العنف بمستشفى العائلة المقدسة مع إدارة المستشفى قمنا بعدة تحديدات وروادع اللي هي بتساعد التواقم الطبية تتعامل مع حالات العنف منها أول إشي في نظام داخلي انكتب وتوزع على كل التواقم الطبية وموجود في مجال إيد كل طاقم عامل في المستشفى اللي من خلاله كمان في تسلسل أحداث كيف أنا أتعامل مع الحالات الحوادث وانت أنا أبعد عن المريض العنف وأخلي حدا ثاني يتعامل معه وانت أنادي وانت أجيب الحارس عشان يكون شريك في إبعاد الخطر عني وكيف أتعامل بعدين مع الحالات العنفة عنا إحنا بالإدارة كثير بتدعم الموظفين أو التواقم الطبية المعالجة في كل قرار بتتتخذوا في حالة اتخاذ قرار مثلا التوجه للشرطة بس إحنا من البداية منحاول أنه نحل المشكلة في طريقة سلمية اللي تساعد على أنه نخلي الأجواء مريحة نخلي مجال لهذا المريض يرجع إذا اعتز لا سمح الله كمان مرة يرجع على الطوارئ أو على الأقسام منها مثلا محاولة التواصل بين الإنسان العنيف لبين الإنسان المعنف الموظف المعنف حل المشكلة بطريقة ودي وسلمية بعدين إحنا الإدارة وزعت في كل المستشفى بنطاق الحماية كاميرات عشان نقدر نشوف إحنا وين المناطق اللي نراقب وين المناطق اللي في يصير فيها عنف نجرب إنه إحنا ننظمها بطريقة أخرى نشوف إيش السبب اللي صار في هاي المنطقة مع هذا الإنسان عنف مثلا هل ساحة الانتظار هي ساحة اللي هي ممكن المريض أو المرافقين إلو يقعدوا يرتاحوا ما يكونوش في تواصل مع المريض اللي موجود في الطوارئ مثلا وإنما يلده بإشي تاني نعم سترويدا يعني في حالات عنف ربما متطرفة اللي في نهاية الأمر لا يستطاع السيطر على العنف الموجود في المستشفى بشكل عام تدخل الشرطة هل بتشوفي إنه اليوم الشرطة وأداءها وتعاملها يرتقي لأنه يوقف ظاهرة العنف في المستشفيات أنا حسب رأيي لا أول شيء حسب القانون الجنائي أي إنسان بيعتدي على موظف حكومي أو موظف في عمل جماهيري بيصل العقاب تابعه لحد خمس سنوات سجن إحنا ما شوفنا شوالواحد اعتداء الاعتداءات اللي ممكن يكون متطرف في وسطي مثلا العنف الجسدي إنه حبا ساعة تسمع بالآخر إنه التيك تسكر من عدم اهتمام الجماهير بينما لما حد لما وصل إنه واحد قتل نارسي العالم كله وقف على إجرين وبالفعل في غد طبعا هلأ لازم نوصل لحالة القتل لحتى نسمى هذا الصوت؟ لا ما هذا هو هلأ لازم نصل لحالة القتل؟ عنا المستشفى إحنا بالمستشفى العائلة المقدسة فيه دعم تام لكل معنف أو إنسان مصاب من مريض إنه يختار الحل وينتابع معه والإدارة بتدعمه لحد ما نصل لقرار نهائي الشرطة ممكن تدخل في بعض الأحيان بيصلوا وبعملوا بالمستشفى الصلح معين بس إنه بتدخلوا والإشي لا يستمر لا يصل للمحاكم ما يصل لحالات اللي فيها إحنا بنشوف إنه فيه عقبات حسب القانون اللي بنص عليها نعم نعم مهم جدا سازوائل مع حضرتك بدي أرجع لموضوع الجانب النفسي وفعلا يعني احتواء المرافقين والمريض وعذرا من هواري أنا استخدمت الهاتف لأنه عن جد عم توصلنا كتير رسائل ولحتى أنوه مش عتب على المستشفيات عينيا لحضراتكم منها ولا العائلة المقدسة ولا الإنجليزية ولكن اليوم في من أبناء مجتمعنا بقولوا يا جماعة أنا عم بوصل على المستشفى مع عزيز لإلي ابني بنتي أمي أبوي وأنا مش المفروض أدفع ثمن إنه ما فيش ملكات كافي إنه الممرضات بيشتغلوا ورديات مثل الأطباء بالضبط زي ما أنا تماما ممكن أفكر أنا ظروف شغل اليوم مش مناسبة لإلي ولكن المتلقي مش هو اللي لازم يدفع هذا الثمن قديش مهمه بتشدده على فعلا احتواء الجانب النفسي والمعنوي إنه هون في عائلة اللي بعد عندها كتير علامات استفهام على حالة صحية بتخص شخص عزيز جدا لإلهن حتى نرجع شوية لورا نحكي عن اليوم أنا حصل رأي في عدم وعي كافي للناس اللي بتصل على غرفة الطوارئ اليوم غرفة الطوارئ تغير مفهومها صارت كل واحد وجع راس مع الاحترام للجميع كل واحد صار يوصل على غرفة الطوارئ اللي هو مش كل واحد ملائم من يفوت فهذا الاشي بأثر على باقي المرضى اللي بيستهقوا غرفة الطوارئ فأول اشي أنا حصل رأي لازم من صندوق المرضى توعية الناس وين تنازم كمريض يوصل على المستشفى على غرفة الطوارئ اللي بده علاج سريع وإلا بصير فيه إعاقات أو بصير فيه حالات وفاة ها اول اشي ها هيك احنا منخفف الضغط اللي موجود بالغرفة الطوارئ تاني اشي اليوم وزارة الصحة عملت زي مراكز ليلية اللي هي بتخفف على المستشفيات صحيح على غرفة الطوارئ من المستشفيات توجهات مش يمكن بالغة الخطورة بتخفف هذا الاشي عنا كمان بالمستشفى الإنجليزي فيه فيه موكيد لصندوق المرضى عدد صندوق المرضى اللي هي بيستقبل من الساعات السبعة لالساعة 11 بالليل كل المرضى اللي هو جاي على المستشفى وحالات خفيفة اللي بدهاش علاج يعني سريع فبطلع على المكان زي صندوق مرض زي اللي راح على مظبوط الناس هي مش زنبها اللي بتوصل على الميون أو على غرفة الطوارئ اللي هي بدها علاج سريع وهي مش زنبها إذا الطبيب بيشتغلها لأدي ساعات مظبوط بس هاي كلها المنظومة كلها تعيط وزارة الصحة اللي هي مش ماخدة أنا حسب رأي كمية تكتف ميزانية ميزانية كافية لحتى كل المستشفىات بإسرائيل توقف عشرها وهذا الإشي إذا احنا ما نشوفه اليوم نعم كل المستشفىات بآخر السنة بتخلص مع كاميرا قرعون اللي هو كبير عالي لكل المستشفىات الحكومية زي عجز مالي بسير عجز مالي ليش؟ لأنه وزارة الصحة ما بتعطي الميزانية الكافية لحتى تضبط الوضع أكثر نعم شكرا جزيلا إلك الممرض المسؤول في قسم الطوارب المستشفى الإنجليزي وإلشو مرحلة هذه المداخلة كمان بشكر سيدة رويدة عبد جبران مسؤولة العمل الاجتماعي ولجنة العنف في مستشفى العائلة المقدسة نورت هنا شكرا جزيلا يعطيك ألف حافظ على هذا العمل الإنساني والمبارك والمقدس وفعلا متمنى أنه أكثر كل موضوع الصحة في البلاد يأخذ أكثر ميزانيات ويأخذ أكثر اهتمام من الوزارات والجهات المسؤولية اشتركوا في القناة